صادق مجلس النواب الإسباني أول أمس نثلثاء بالإجماع على توصية تدعو إلى حل عادل ودائم ومقبول بشأن قضية الصحراء ودعت هذه التوصية التي صادقت عليها كل المجموعات البرنامانية الممثلة في مجلس النواب الحكومة الإسبانية إلى مواصلة الدعم وتعزيز مسلسل الحوار التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء المغربية وأكدت الأحزاب السياسية الإسبانية على ضرورة أن يندرج هذا الحل في إطار القرارات المتعاقبة لمنظمات الأمم المتحدة وأكدت إسبانيا قد جددت تتأكيد يوم الرابع والعشرين العيال الماضي بالرباط في شخص وزيرتها في الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون أرانتشا جونزاليس لايا على موقف إسبانيا الصريح والواضح والحاسم من قضية الصحراء المغربية مشددة على أن مادريد تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن تسوية لهذا النزاع الإقليمي في إطار القرارات ذات صلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر